السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سيد مستر مصطفى إبراهيم النهاردة ان شاء الله هنراجع للصف الاول الثانوي مزارس علاء الدين هنعمل كده على المنهج وان شاء الله تكون مراجعة مفيدة اول جاملة عندنا yesterday we had space new test and the no article طبعا عندنا new test فى عندي هنا صفة ودقة new بعد كده test وعلى السم لما الصفة تطبع باسم لازم استخدم عندي هنا اداة يبقى we had a new article test I got the information on internet a and the no article طبعا الانترنت من الاسماء اللازم استخدم معاها the لان اولا ده اختراع فهنا استخدم the تالت جملة I took a photo of my friend but photo was so bad a and the no article طبعا عندي هنا كلمة photo اتقررت للمرة التانية طبعا الاسم عندي اتقرر للمرة التانية لازم استخدم معا the لان انا هنا بستخدمه او بستخدم the للتخصيص فهتبقى الاجابة the question number four I usually eat apple for breakfast a and the no article طبعا هنا كلمة apple دي مفرد فلازم استخدم معاها يا a يان طبعا الكلمة تبدأ عندي بحرف متحرك لوالفاول a فلازم استخدم معاها an ف I usually eat an apple for breakfast number five do you know where dog is طبعا هنا انا كلمة dog هنا بخصص للتخصيص انا اقصد dog بعينه يعني كلب بعينه مش اي كلبه خلاص فهنا للتخصيص هستخدم برضو the لان ده شيء معروف لدى المتكلم او الشخص المخاطب او المستمع يعني زى لما قولك مثلا where is my phone يعني هنا قلت my طالما قلت my او اي صفات ملكية مش هستخدم بقى معاها لآ ولا آن ولا ذات where is the phone فين التليفون يبقى نقصد تليفون محدد معين مش اي تليفون وخلاص number six my brother spends hours talking on phone طبعا phone برضو من الانفنشن وهنا بخصص برضو فهنا هتاخد عندي the لكن ممكن احيانا ما استخدمش كلمة the مع الاختراعات ممكن زي التليفزيون مثلا لو انا بتفرج على المسلسل مثلا او الفيلم on tv اقول on tv مش on the tv يعني هنا على التليفزيون i watch the match on tv بتفرج على المباراة على التليفزيون question number seven in yesterday i went to library at school هنا بحدد ان المكتبة ديت جوه المدرسة طالما حددت برضو استخدم to the library at school مش a a ديت يبقى انا بتكلم على اي library فكن انا هنا حددت مكانها كمانا question number eight the rich should help space poor هنا the rich الصفة لا تجمع بإضافة الاس طبعا زي ما احنا عارفين لكن ممكن اجمعها بطريقتين زي ما قولنا قبل كده ياما اجيب زي قبل الصفة او اجيب بعد الصفة كلمة people فهنا the rich معناها الاغنياء should help عايز اقول الفقراء بقى يبقى لازم برضو اجيب قبل الصفة لو اردت الجامع اجيب ذا ذابور question number nine in fact he is one of best doctors in our town طبعا best وكل الصفات اللي بتنتهي عندي بالest superlative لازم اجيب قبلها كلمة ذا هتبقى the best doctors in our town 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 which i'm talking about is tanta هستخدم a and the no article طبعا الاسم لو جي عندي بعدي حرف جر مثلا for او relative pronouns which where who فلازم هنا هستخدم that قبل الاسم ده for example مثلا تاني the girl in blue coat ادي ان او اوضح حرف جر طبعا عندي داكتور دوت يعني job وظيفة الوظائف لازم استخدم قبلها يا a يا an طبعا داكتور هنا بدأ عندي بكونسننت حرف ساكن لهو d فهستخدم قبلها a يبقى my father is a doctor and works in a hospital sentence number 12 how many seconds is will are will where will would there in an hour طبعا how many بستخدمها مع ال count of nouns الاسماء التي تعاد وعند كلمة seconds جامعة هيت how many دايما بتاخد الاسم بعدها جامعة والفعل كمان يبقى جامعة يبقى how many seconds are there in an hour طب لين ما ينفعش وير يعني ما هوير برضو جامعة لان هنا دي fact يعني دي حقيقة طبعا استخدم present simple كمان طيب number 13 how much ولا many ولا few ولا little money do you have a new account طبعا كلمة money من ال uncountable nouns من الاسماء التي لا تعاد فعشان كده هستخدم معها كلمة much ما بسألش بهاو little يعني ما هي little برضو ليه ال uncountable nouns لكن السؤال عندي بيبقى بhow much not how little number 14 would you like cup of tea some ولا much ولا a ولا any طبعا cup of tea يعني فنجان قهوة ده هنا مفرد وخدنا كل المشتقات ديت او خدنا كل ادوات التجزئة اللي هي a cup of tea an orange مثلا a spoon of a bag of a bag of وهكذا فهنا a cup of tea one of pages in the book is one of the pages one of the pages one of the pages one of the pages one of the بيجي بعديها الاسم جامع لكن الفعل مفرد بطبع one of the pages in the book is torn ممزقة we didn't take some ولا many ولا much ولا little photographs yesterday طبعا كلمة photographs ده اسم جامع لكن عندي هنا الجملة negative منفية we didn't take طبعا استخدام photographs اسم يعد countable فاستخدام معها كلمة many يعني some ما بيجيش عندي في negative ماتش طبعا مع uncountable nouns هي we little number 17 علي was listening to music when i arrived يعني علي كان بيستمع الى الموسيقى عندما وصلت طبعا كلمة music برضو uncountable nouns يعني من الاسماء التي لا تعد فاينفعش هستخدم معها a ولا many ولا one ان كل ديت مع countable nouns فاستخدم معها some number 18 we didn't do shopping last week برضو كلمة shopping عندي تسوق هنا ده الفعل عندي لم نتسوق كثيرا يعني الاسبوع الماضي والجملة المنفية والشوبينج طبعا من uncountable nouns فاستخدم معها much number 19 I still have a little much one a few things to do كلمة things طبعا countable واخرها الاس هي جمع يعني thing things بقدر ان انا اعده فالوحيدة اللي هستخدمها هي كلمة a few طبعا لان one لمفرد فمش هتنفع عندي معه الاسم الجمع وقالات الومطش طبعا مع uncountable nouns هنشوف كده number 20 I'm going to buy bread from the bakery some a few two one طبعا عندي برضو and noun bread ده من uncountable nouns من الاسماء التي لا تعد فالمفروض يعني هستخدم معها little لكن هنا الوحيدة اللي تمشي عندي برضو مع countable uncountable nouns هي some فI'm going to buy some bread هشتري بعضا من الخبز number 21 if you want to know the news you can read much paper many paper a paper paper لو اردت ان تعرف الاخبار يعني يجب عليك او تستطيع ان تقرأ الجريدة طبعا كلمة paper ورق ودي من uncountable nouns لما احب ان انا اجزاها هقول مثلا a sheet of paper a piece of paper a sheet of paper يعني ورقة واحدة a sheet of paper قطعة او ورقة واحدة ايضا فانا عايز الجريدة لما اقول بقى a paper بقى ادي هنا الجريدة طب افرد مثلا جاتلي في الامتحان او حاجة اخرها اس papers papers دي معناها documents الوسائق بتاعتك يعني شهدت الميلاد مثلا شهدت التخرج شهدت السنوية العامة الشهدات الورق بتاعك documents الوسائق بتاعتك number 22 can you give me advice an ولا some ولا many ولا one برضو عندي advice من الuncountable nouns فما منفعش استخدم معها لا a ولا an وبالتالي ما ادالش استخدم معها many ولا one فاللي تمشي مع الcountable والuncountable nouns هي some can you give me some advice I don't have luggage luggage اللي هي الامتعة برضو luggage من الuncountable nouns الجملة هنا negative منفية I don't have فهنا هستخدم معها much لانه some زي ما اتفقنا ما بيجيش عندي في الnegative بتيجي عندي في الجملة الaffirmative الاسبات request offer العرض او الطلب they spend money on travel انفقوا فلوس على الصفر كتير بقى ولا ولا يل money طبعا اتفقنا ان هي uncountable nouns من الاسماء التي لا تعند فعندي a lot of بتمشي مع الاسماء countable uncountable nouns many دي مع الcountable بس a few مع الcountable بس a مع الcountable بس للمفرد فلا تمشي معي طبعا a lot of money on travel بتساوي عندي much طبعا لكن a lot of ما ينفعش اسأل بيها بتيجي عندي في الاثرمative في الاسبات بس ما بيجيش عندي في ال negative ولا في ال question what can teenagers do to friends in a new town الشباب المراهج يعمل ايه علشان يكون صدقات طبعا to make friends in a new town في المدن الجديد لهم انتقلوا مثلا الى مدينة جديدة ولا حاجة انشوب باركادا اندنى number 26 advice is a synonym of كلمة advice طبعا نصيحة is a synonym of synonym يعني مرادف مرادف لايه advisor tips pets taps طبعا advisor لو مستشار دوت tips لايه تساوي عندي كلمة advice نصيحة pets طبعا عندي قطع taps لايه الشرائط فهنا الاجابة هي برقم b tips she seemed to take it for that i would go with her to new york يعني بدى انها اخذت بعين الاعتبار او شيء مسلم به ان انا هسافر معاها الى new york talented ولا gifted ولا granted ولا life take it for ده اكسبرشن كده take it for granted لرقم c يعني خذوا بعين الاعتبار او شيء مسلم به يعني if you need more information about the trip look at the on the wall لو اردت معلومات عن الرحلة انظر الى على الحاقط notice board fence not support broad طبعا الاجابة ايب عندي not support ان دي اللي هي لوحة الارشادات او لوحة الاعلانات على الحاقط او لوحة الملاحظات لوحة الملاحظات اتمنى ان تكون المراجعة افادتكم بشكل كبير وان شاء الله نلتقي في مراجعات تانية قادمة see you later and good luck والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة